تفضل كان الوقت يسمح لا أبدا حتى لو ما يسمح عشانك يسمح وشينا أتمنى التوفيق للكابتن سامي الجابر وثاني شيء ترى تواجده في رئاسة نادي الهلال هو انتصار لأبناء اللعبة يعني نسعد كثيرا عندنا مشوف اللاعبين السابقين الأساطير في كرة القدم يتولون رئاسة الانديتهم موسم ساخن سيكون الموسم المقبل الصراع بين الاندية الجماهيرية سيكون كبير جدا في كلمة مرارها الكابتن سامي الجابر يعني يتمنى أن ترسخ في أذهان كثير من الجمهور الرياضي الكريم اللي هي سامي الجابر قال كلمة كثير من إعلام الرياضي كان يرددها لكن للأسف بعض الجمهور ما يبقى يفهمها قال رؤية الأستاذ تركي آل الشيخ هي تجسيد لرؤية القيادة الرشيدة نقطة من آخر السطر لذلك كل ما تشاهدونه ما يحدث في الهيئة العامة للرياضة من قرارات وبطولات وعمل كبير جدا هو يجسد حقيقة هذه الرؤية للقيادة الحكيمة اثنين أنا عندي تساؤل وسألته قبل أكثر من شهر وأتمنى أن أجد له إجابة في النصر تكليف الأستاذ سعود بن سوالم الذي بدأ فعليا بالعمل على عودة العالمي إلى المنافسة على الألقاب في الاتحاد الذي نسمع عن صراعات كثيرة في السنوات الماضية تتقدم شخصية بحجم نوافة المقيرين ليتولى رئاسة نادي الاتحاد وأنا أجزم أن هذا الرجل كان طوال الأيام والأسابيع الماضية يعمل من أجل اتحاد مختلف في الموسم المقبل في الهلال اليوم نشوف تكليف الكابتن سامي الجابر في الشباب شهدنا انتخاب الأستاذ أحمد العقيل واليوم الإدارة الشبابية تصدر بيان تحكي عن واقع رؤيتها للموسم المقبل سؤالي ما زال عالقا ماذا عن رئاسة النادي الأهلي في الموسم المقبل هذا الأمر مهم جدا وشريحة كبيرة من الجمهور الأهلاوي ينتظر أن يسمع إجابة شافية ووافية من نهاية العمل للرياضة من غير المعقول أن هذه الإدارة المكلفة تستمر حتى نهاية الموسم وكل الأندية تنطلق إلى معسكراتها الخارجية ثم يبحث الأهلاويون عن رئيس إما بالانتخاب أو بالتكليف لذلك أنا أتمنى وأنا أثق في الهيئة العامة للرياضة وفي الأستاذ تركيا للشيخ ماذا عن رئاسة النادي الأهلي في الموسم المقبل طيب بندر راشد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر